بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أصدقائي طلاب تانية سنوي في حل درس جديد درس التاني بعنوان الضغط بسم الله ويلا نبدأ يقاس الضغط بواحدة ايه؟ تعاكل نشوف كل وحدات قياس الضغط الضغط كان القانون بي بيساوي ف على ايه؟ يعني قدر من القانون ده اطلع واحده قياس ونيوتن على المتر مربع ادي اول واحده قياس وممكن كنا كمان نفك القانون ده ونحاوله الى الاف دي كنا ممكن نخليها البي بيساوي الف دين فقها ام في جي على ايه؟ يبقى له واحدة قياس ثانية ان الام دي قتلة يبقى واحدة قياسها كيلو جرام في الجي دي عجلة واحدة قياسها متر على الثانية تربيع كل دول على ال ايه اللي هي واحدة قياس المساحة اللي هي متر مربع المتر تروح مع التربيع ويتبقى معك كيلو جرام على متر في الثانية تربيع يبقى كده معك كم واحدة نيوتن على متر مربع او كيلو جرام على متر في الثانية تربيع والي اتنين دول كانوا بكافئهم واحدة اسمها باسكال طيب ممكن ترتب لي دي كده صغيرة كده اعاد تدور عليها في الاختيار ويتمش لقيها كيلو جرام على الثانية تربيع لا مش دي كيلو جرام في متر اسم سالب واحد في ثانية اسم سالب واحد هي مش معنى اسم سالب دي يعني كانت في المقام وطلعت في البسط يعني الوحدة دي اللي انت شايفها قدامك دي كيلو جرام على متر في الثانية تربيع مش معنى اتطلعها في البسط وتبقى كيلو جرام المتر دي تطلع بمتر اسم سالب واحد والثانية دي تطلع بثانية اسم سالب اثنين لاختيار رقم ده السؤال بعد كده اي الاشكال التالية يكون الضغط الذي يؤثر به الطفل على الارض اقل ما يمكن امد يكون الضغط اقل ما يمكن البي كانت بتساوي اف على ايه يعني بتتنسب ترضي مع القوة وعكسي مع المساحة يعني بتزداد بزيادة القوة وتقل بزيادة المساحة كلما المساحة تزيد الضغط ايه يحصل له؟ لو المساحة زادت الضغط يقل يبقى الشكل الرقم جيم هو اكبر مساحة يبقى الشكل الرقم جيم هو اقل ضغط السؤال الرقم ثلاثة يقول النسبة نسبة الضغط الانكباضي الى الضغط الانبساطي في الانسان اتخذنا معلومة بتقول ان الضغط الانكباضي كان بيساوي 120 طر اما الانبساطي كان يساوي 80 ويقولك النسبة بين الانقباضي والانبساطي يعني الانقباضي هو اللي في البسط والانبساطي هو اللي في المقام 120 على الثمانية تطلع معك بتلاتة على اثنين السؤال رقم اربعة الشاكل المقابل يوضح كرسي تم وضع ارجله داخل اكواب شايف الارجل تم وضعها داخل اكواب لما تضع الرجل دي جوه كوب كده المساحة المعرضة للتلامس دي زادته زادته المساحة ومعنى ان المساحة بتزيد يبقى الضغط اللي يحصل له يقل الضغط يبقى الاختيار الرقم جيم المساحة التلامس تزداد والضغط يقل السؤال رقم خمسة قال ابتوب موضوع افقيا على سطح افقي كما بالشكل فاذا تم تغيير وضعه ليصبح رأسيا كما بالشكل كان موضوع افقي وبقى موضوع رأسي فاي من الاختبارات التالية يعبر عن تأثير هذا التغير القوة يقصد بها الوزن وزن الطوبة لما كانت موضوع افقية وخلتها رأسية هل الوزن هيتغير؟ لا طبعا لان الوزن يتوقف على عجلة الجاذبية الارضية وده الى حد ما ثابت يبقى الوزن هيظل ثابت اما الضغط الضغط هيزيد ولا هيقل ولا هيظل ثابت لا الضغط يتناسب عكسيا مع مساحة التلامس هنا المساحة كانت كبيرة جدا اما المساحة هنا شايف قد ايه؟ مساحة صغيرة جدا المساحة اللي حصلها قلت يبقى الضغط اللي يحصل له يزداد الضغط يبقى الوزن هيظل ثابت والضغط هيزداد الاجابة رقم سؤالكم سيتنا تحتوي غواصة على نوافذ دائرية دائرية الشكل الكتر كل منها 3 من 10 متر كتر كل منها يعني نصف الكتر دلوقتي معاك بيساوي 15 من 100 متر عشان الكتر كله كان 3 من 10 اذا كان اقصى ضغط خارجي يمكن ان تتحمله النافذة كان بيساوي 660 كيلو بسكال وانت شغال بالبسكال يعني البي هتساوي 660 وعشان نحاول الكيلو بسكال لبسكال يضرب 10 أو 3 فان اقل قوة خارجية تكفي لتحطيم هذه النوافذ احسب ال F ال F في الحالة دي هتساوي ايه اقل قوة خارجية تكفي للتحطيم يعني القوة المسموح بيها ازياد شوية صغيرين يعني نحسب القوة المطلوب الاول القوة كانت بتساوي ايه بما ان ال B كان بيساوي F فعلى ايه اذا ال F هيساوي B وده القانون اللي هشتغل B ال B موجودة او موجودة في 660 ده بال ايه موجودة معاك نصف الكتر والمساحة كانت بتساوي باي ار تربيع يلا عوض اذا ال F هيساوي ال B 660 في عشرة ثلاثة في الايه الايه تحسبها ازاي باي ار تربيع يعني ثلاثة واربعتاشر من مية في نصف الكتر عندك خمستاشر من مية الكل تربيع وقفل القوص عوض الحزب دي كده على القالة تطلع ال F معاك بتساوي 46 600 29 واحدة قياس القوة نيوتن خدت القوة دي ودخلت جوة الاختيارات ادور عليها ملقتهاش موجودة بس انا شايف ان القوة كلها مضروبة في 10 أستلاتة 10 أستلاتة 10 أستلاتة اجيب العشرة أستلاتة دي منين؟ عشان اضرب الرقم ده او اختصره لعشرة أستلاتة يعني العلامة بعد ما كانت هنا محتاجة تدخل جوة الرقم ثلاثة أرقام واحد اتنين ثلاثة يعني العلامة تبقى هنا يعني الرقم يبقى 46 علامة 6 2 9 10 أستلاتة وعشان اختصر الرقم ده أبطر للتبسيط الستة دي تدي للستة واربعين تدي له الستة أكبر من النص يعني يبقى الرقم 47 10 3 نيوتن وهو الاختيار رقم بقى السؤال رقم سبعة شخص وزنه W يقف بكلت قدمي على الأرض إذا كانت مساحة تلامس كل قدم الرجل الواحدة مساحتها ايه؟ بأن الشخص يؤثر على الأرض بدأت يساوي الب كانت يساوي F على ايه؟ الـ F في الحالة دي اللي هي وزنه وزنه كان ايه؟ W أما الـ A اللي هي مساحة التلامس هو بيلمس الأرض بكم قدم؟ قدمين طيب القدم الواحدة كان مساحتها ايه؟ يبقى القدمين 2A ويبقى ده هو مجدار دوت W على 2A لاختيار رقم G صور رقم 8 في الشكل المقابل صندوقان مفتوحان ومتجاوران الأول على شكل مكعب والثاني على شكل متوازي مستطيلات فإن النسبة بين القوة الناشئة النسبة بين القوة الناشئة عن الضغط الجوي على قعدة كل من الصندوقين يعني الصندوق ده بيأثر عليه الضغط الجوي والصندوق ده بيأثر عليه نفس الضغط وهو الضغط الجوي احسب بقاء القوة F مكعب على F متوازي صلى على النبي هذا F مكعب على F متوازي F كانت بتساوي B في A يعني لو سمينا المكعب ده واحد والمتوازي اثنين فيبقى F واحد يساوي B واحد في A واحد والف اثنين يساوي B اثنين في A اثنين الدك معطى في المسألة قالك اللي اثنين بيتأثروا بنفس الضغط وهو الضغط الجوي شل البي مع البي يتوقع A واحد على A اثنين انهي اي يقصد بها مساحة القعدة او مساحة التلامس مساحة القعدة بالنسبة للمكعب هتساوي 20 سنتي في 20 سنتي اما مساحة القعدة المتوازي 20 في 40 مساحة القعدة 20 20 في 40 اذا F واحد على F اثنين هتساوي 20 في 20 على 20 في 40 شل العشرين مع العشرين يتبقى عندك 20 على 40 على 20 في هال واحد على 20 في هالتنين اذا النسبة بين F واحد على F اثنين هتساوي 1 الى 2 F1 إلى F2 أو F مكعر إلى F متوازي ستساوي 1 إلى 2 لاختيار رقم B الشكل المقابل يوضح استوانة معدنية مسمطة ارتفاعها X ومساحة قعدتها المساحة بتاعة القعدة A موضوع على سطح أفقي إذا كانت الاستوانة تؤثر على السطح الملامس لها بدلالة B مجدار الضغط بالاستوانة على السطح يساوي B بأن كسافة مادة الاستوانة تساوي كم صلى عنها لكي أحسب الكسافة بدلالة الضغط بما أن B كان يساوي F على إيه والف كانت ممكن تتفكي M في G يبقى بقية القانون M في G على إيه أنا لسه ما وصلتش للمتغير اللي أنا عايزه أنا عايز أحسب مين عايز أحسب الكسافة لازم يكون عنده متغير في الكسافة الكتلة دي ما تتفكش فقط يتفك الكتلة تتفكي M دي كانت تتفكي رو في فوليوم وكمل القانون بداعك G على إيه والفوليوم اللي قدامك ده ممكن يتفك مساحة القعدة في الارتفاع لأنها استوانة يعني القانون هيبقى رو في الفوليوم ده هيتفكي مساحة القعدة عندك إيه واللي ارتفاع X في الجي ولسه الإيه اللي مكملة معاك في المقام شايف الإيه وراحت مع الإيه ويتبقى عندك إن البي هيساوي رو في X في جي أنت كنت بتسأل بقى على مين على الرو اللي هي الكسافة إذن الرو هتساوي البي على إخلص من اللي مع الرو اللي هي الـ X والجي إسم عليها تبقى X على X في جي إذن الرو في الحلقة دي هيساوي الرو هتساوي بي على X في جي لاختيار رقم بقى السؤال رقم 10 الشكل المقابل يوضح كل من مساحة قعدة وارتفاع مجموعة من الكتل موضوعة على مستوى أفق شوية حديد كده شوية كتل حتى نهم جمع بعض ثلاثة منهم Z و Q S من نفس المعدن وكسافة كل واحد فيهم شبهه الثانية نفس المعدن S و Q Z مصنوع من نفس المادة وكسافة مادتها نصف كسافة المادة T يعني لو افترضت إن كسافة المعدن ده رو 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 يبقى المعدن ده هيبقى 2 رو ده معنى كلمة وكسافة مادتها نصف كسافة المادة T فأي كتلتين من الكتل التالية يؤثر على المستوى بنفس الضغط حال إزاي السؤال ده أحسب البيل كل واحدة بتيجي نعمل مقارنة صغيرة كده بينهم وبين بعض يعني ناخد مثلا السطح Z الكتلة Z Q S T ونعمل مقارنة بينهم الثلاثة بس المقارنة هتبقى من حيث إيه انت عايز تقارن الضغط الضغط انت ديست ثابت في المسألة اللي فاتت ان الضغط البي كان بيسوي رو في جي في اتش حيث الرو هي كسافة المعدن والجي عجلة الجاذبية والاتش هو الارتفاع الرأسي الزد ارتفاعه كان ايه اتش طيب تعام قارن الكسافة الاول الزد ده كان كسافته رو والكيو كسافته رو والأس ده كسافته رو أما التي كان كسافته اتنين رو ده اول مقارنة المقارنة اللي بعد كده الزد ده ارتفاعه قد ده اتش والكيو ارتفاعه اتش والأس ده ارتفاعه اتنين اتش ده بودت ارتفاعه اتش ده المقارنة التالتة تبوش جي لأ ده عجلة الجاذبية وعجلة الجاذبية دائما سابتا إلى حد ما المقارنة دي بقى اخلصها ازاي تعال كده نشيل الرو تروح مع الرو تروح مع الرو تروح مع الرو كده تبقى هنا مين اتنين طيب المقارنة اللي بعد كده تشيل الاتش مع الاتش مع الاتش مع الاتش عند الاس تبقى اتنين عجلة الجاذبية لأ ده عندهم كلهم هتروح طيب كده ايه اللي تبقى عند التي اتنين في واحد في واحد يعني تبقى اتنين يعني الضغط هنا رو جي اتش تبقى اتنين طيب الضغط هنا عند الاس واحد في اتنين في اتنين يعني تبقى اتنين كده الضغط عند الاس و تي لتنين متساوي تعالى ان ترى ال Q ال Q 1 في 1 في 1 يعني بواحد و ده بو الزد 1 واحد انا ملاحظ هنا ان الضغط عند الزد و Q لتنين متساوي يعني بي زد بتساوي ب Q و ال B S الضغط عند ال S بيساوي الضغط عند T تعالى ان ترى من الموجود في الاختيارات في اي من اي كتلتين في اي كتلتين من الكتل التالية يؤثر على المستوى بنفس الضغط هل T و Z مع بعض لا مين اللي كان عندك مع بعض انا كان عندي T و S مع بعض T و Z لا ما تنفعش T و Q لا S و Q لا T و S اه اما T و S اما Z و Q يبقى الاختيار رقم دابل وبهنا يبقى انتهى حل اختياري